اليوم رح نكمل درس التعامل مع البيانات في برنامج الجداول الالكترونية للصف الخامس اليوم رح ناخد نسخ البيانات ونقلها تستخدم مجموعة الحافظة كليب بورد من شريط أدوات فيه تبويب هوم لنسخ البيانات ونقلها الي موجود عندي هون هيتبويب هوم موجود عندي كليب بورد فيها أدوات لنسخ البيانات ونقلها في عندي هاي الأداء اسمها بيست اللي هي لصق وشكل المؤس هو قس أو نقل وشكل ورقتين متتالتين لهي نسخة عمل نسخة تمام؟ هلأ لنسخ بيانات خلية أو مجموعة خلايا أولا نحدد الخلية أو الخلايا التي نريد نسخ البيانات منها نختار الأمر نسخ أو كوبي من مجموعة الحافظة نضع المؤشر في الخلية التي تريد النسخ إليها ونختار الأمر نسخ من مجموعة الحافظة هاي الأمر كوبي هاي الأمر نسخ بحكي لكم في ملاحظة في حال نسخ مجموعة من الخلايا نحدد الخلية التي نريد أن يبدأ اللصق منها أنا من وين بدي يبلش لصق عندي أو بحدد مجموعة خلايا فارغة بعدد الخلايا المنسوخة مثلا خلنا نروح نشغل برنامج جداول الالكترونية Start All Program Microsoft Office وبختار LXL اللي هو الجداول الالكترونية لنفرض أنا هلأ عندي مجموعة بيانات ماشي 456 بدي أعمال لهم نسخ بحدد الخلايا اللي بدي إياها باجي على تبويب هوم على مجموعة كليب بورد بختار كوبي أو كبسة يمين بختار كوبي بروح على الخلية فاضية من هون بدي يبلش النسق اللسق عندي أو بحدد ست خلايا وبعمل بيست أنا بدي أجي على أول خلية بدي أعمل لسق فيها وباجي على بيست هيا شايفين هاي نسخة هون نسخة هون أو كبسة يمين وبضغط على بيست تمام نرجع للدرس هاي نسخ البيانات يعني باخد نسخة والنسخة الأصلية بتضلها مكانها أما نقل بيانات خلية بحدد الخلية أو الخلايا التي يريد نقل البيانات منها بنفس الطريقة بس نختار الأمر كت اللي عشكل ما قص نضع المؤشر في الخلية التي تريد النقل إليها ونختار الأمر لسق بيست خلنا نجربها نرد مرة تانية نرجع على برنامج الإكسل بدي هاي اللي أنا محددهم حاليا أعملهم قص باجي على كت برجع تحت بعمل بيست بلعش كبسة يمين خلنا نرجع الحافظة شايفين؟ انمسحت عندي من هون وانتقلت إلى المكان الجديد نقل أما النسخة بيحتفظ بالنسخة القديمة وبيعمل نسخة منها النقل لا بيشطبها وبينقولها على مكان تاني واضح؟ تاني موضوع عندي اليوم التعبئة التلقائية التعبئة التلقائية بيحكي لك يوفر برنامج جداول إلكترونية إكسل إمكانية التعبئة التلقائية لبعض البيانات المتسلسلة بدلا من إدخالها يدويا مثل الأرقام المتسلسلة مثلا أنا عندي مجموعة طلاب المدرسة عندي ميد طالب ليش أعود أكتب 1-2-3%؟ أنا ببلش بأول كم رقم وبعمل تعبئة تلقائية وأيام الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية والأشهر الميلادية والهجرية وأي نمط من أنماط البيانات لتعبئة سلسلة من الأرقام اتبع الخطوات الآتية اكتب الرقم الأول في الخلية الأولى ثم الرقم الثاني في الخلية الثانية عاموديا أو أفقيا ضع المؤشر عند نهاية الخلية الثانية حتى يظهر مقبض التعبئة اللي هو على شكل زائد واسحب المؤشر إلى الخلايا التي تريد تعبئتها وستتعبئ تلقائيا نرجع على الإكسل بدي أشطب كل إشان كتبته ودي أكتب من الأول واحد اتنين بس واحد واثنين بدي أحددهم شايفين كيه أنا باجي على طرف الخلية شايفين كيه في شكل الزائد بكبس بزر الفقر الأيسر وبسحب وهو بكمل عدد لحد ما أوقف بكمل عدد هيا لعنده اتنين وعشرين مثلا لو أجيت كاتبت بالإنجليزي سندي تمام وتاني واحدة حطيت موندي اللي هما أيام الأسبوع طبعا بشكل متتالي لو كتبتهم مخربطين ما رح يتلعوا بمتسلسل بحط سندي موندي وبكبس على التعبئة وبكملها شايفين سندي موندي تيوزدي وينزدي ثيرزدي نجرب كمان الأشهر هاي جانيوري وفبريوري التاني مثلا هاي الاختصارات خلنا نجرب بقبلهم أو لا نحدد اتنين ونحدد وبنسحب قبلهم شايفين جانيوري فبريوري مارش ايبريل بدل ما أرجع كتبهم أنا هو كتب ليهم هاي هي التعبئة التلقائية هلأ بديت تعرفوا على هدول الأدوات عشان في عندنا نشاط حلو تمام عندي هنا مشان أن نستقل بيانات في مجموعة من الأدوات في عندي أولا نوع الخط وفي عندي حجم الخط ولون الخط وفي عندي مجموعة أنماط بقدر أغير على النصوص عندي في عندي نمط غامق ونمط مائل ونمط مسطر وفي عندي أدوات للمحاذاة في عندي محاذاة لليسار وفي عندي توسيط وفي محاذاة لليمين هدول الأدوات رح أستخدمهم عشان الكتابة في الخلايا هلأ تنصيق البيانات بحكي لتنصيق الخط تستخدم مجموعة خط فونت من قائمة الصفحة الرئيسية هوم لتنصيق الخط وذلك باتباع الخطوات الآتية دائما وأفدا لما بدي أنا أنصق أي شي لازم أحدد النص أو الخلايا اللي بدي إياها بحكي ليحدد الخلية أو الخلايا التي تريد تنصيق بياناتها لتغيير نوع الخط اختر النوع المناسب من قائمة الخطوط اللي ورجتك مياها هلا نختار منها نوع الخط ومن هون بنغير حجم الخط وهون لون الخط ومن هون عندي أنماط لتغيير الخط في عندي المائل اللي هي الآي والبي بولد اللي هو الغامق والآي مائل واليو مصطر وفي عندي محاذات النص يستخدم لتغيير محاذات النص بحدد الخلية أو الخلايا وبختار المحاذة المناسبة حكينا هاي باتجاه اليسار وهاي في الوسط وهاي محاذات اليمين هلا نروح على برنامج الإكسل وبدي أعمل تنصيق لأيام الأسبوع اللي أنا هلا أعملت لهم تعبئة تلقائية أولا بدي أغير نوع الخط باجي هاي هون هاي فونت وبغير منه مثلا بدي نوع خط هاي نوع خط ثاني تمام وبدي حجم الخط يكون 16 خليما أخليها متناسقة وهون بغير لون الخط تمام هاي غيرناها للون الأحمر بقدر أخليه مايل شايفين أنا حدد خلية واحدة هلا هاي مايلة الخلية التانية بدي أخليها مسطرة بتحتي خط الخلية اللي بعدها بدي أخليه بولت خامق هيا نجرب عهاي شان تكون ماضحة شايفين لو كبرت الخط أنا بتبين أنها هي مختلفة عن البائين هلا في عندي كمان حكينا محاذاة المص خليني أول ثلاث خلايا بدي أخليهم في المنتصف توسيط هاي والثلاث اللي بعديهم بدي أخليهم باتجاه اليمين شايفين وهدولة أصلا باتجاه اليسار ترجمة نانسي قنقر